منذ بطلان المجلس البرلماني المنتخب عام 2012 بغرار من المحكمة الدستورية وإعادة أحياء برلماني 2009 تعيش الساحة السياسية الكويتية أزمة سياسية غير مسبوقة في نواب معارضة 2009 يعترضون على الحضور في المجلس بسبب وجود عدد من النواب المحالين للنيابة العامة بتهم منها تلقي الرشوة أو غسيل الأموال وهي القضية التي تم على إثرها حل مجلس 2009 النواب الآخرين نواب المولادة يرفضون الحضور إلى مجلس 2009 على اعتبار أن المجلس هذا سيحل بعد أداء قسم الحكومة لذلك في واقع الحال هو مجلس معطل قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر الانتخابية بالإضافة إلى دستوريته كلها عقبات تحول دون خروج الكويت من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ ثلاثة أشهر هناك حق للحكومة ولمجلس الأمة في الطعن بدستورية القوانين نسميه في الكويت الطعن المباشر مقابل حق الأفراد في الطعن الذي يأتي بمناسبة دعوة قائمة الطعن المباشر الذي نحن بصدده اليوم هو الطعن الثالث منذ إنشاء المحكمة الدستورية ويرى بعض المتابعين للأوضاع الحالية أن الحل الوحيد لهذه الأزمة هو في حل البرلمان وإجراء انتخابات برلمانية جديدة جدل سياسي ودستوري يعيشه الشارع الكويتي حول قانون الدوائر الانتخابية في انتظار فرج لهذه الأزمة درويش الطويل سكاي نيوز عربية الكويت